الحاصلون على شهادة الباكالوريا يشرعون في التسجيلات الأولية للالتحاق بالجامعة ويعتبر اختيار مختلف التخصصات مرحلة حساسة تكتسي أهمية بالغة في المسار العلمي للطالب الجديد القلق الأول هو في انتظار إعلان النتائج هل هو راصب أو ناجح هذا القلق يتنحى لما يعنوا النتائج سواء النجحين يفرحون بفوزهم أما الراصبين في طبيعة الحال فنتأسف لهم وبعد المرحلة الثانية تأتي الآن كما قلت أنت ليفرح يفرح بالباكالوريا تاعه وليتأسف يتأسف لكن تأتي مرحلة أخرى هي قضية التسجيلات الأولية المفروض أنك اخترت في الثانوية توجه معين قال أنت علمي المفروض عندك تطلعات في هذا المجال لاختر رياضي المفروض عندك تطلعات في الميدان الرياضي حسب الإمكانيات والقدرات تاعه الاستعانة بالتجارب السابقة للأصدقاء واستشارة والأهل وحتى ذوي الاختصاص من بين الطرق التي يعتمد عليها الطلب الجدد في اختيار تخصصهم الجامعية مع مراعاة المعدل وما يتيحه من خيارات مطروحة أختياره والتخصص الجامعي للحائزين الجدد على الباكالوريا مرحلة أهمة في الحياة الدراسية تستوجب والمرافقة والدعم وتقديم النصح والإرشاد من الأهل وذوي الاختصاص مع ضرورة توسيع نطاق الأبواب المفتوحة للطلب الجدد في هذا الشأن